السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي مشاهدي برنامج بنت البلد وحلقة جديدة وموسم جديد وأيام جميلة وشهور فاضلة وعظيمة وفي البداية أنا معلش هبدأ الحلقة باستغاثة بسيطة جداً للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأول بهانيه طبعاً بمناسبة الأيام الجميلة اللي احنا فيها وذكرى الإسراء والمعراج طبعاً في البداية خالص وكعادتي ما بعرفش إن أنا قضايا حاجة أحس إنها ممكن تفيد الناس أو تفيد البلد وبما إني بنت البلد فلازم إن أنا يعني أكون جنب الناس ودي طبيعة وطبيعة شغلي فأنا النهاردة بوجه بس استغاثة ورسالة من والد حسام فكري ابن بلطيم ابن البرولوس ابن محافظة كفر الشيخ حسام كان مفروض من ستة شهور كان مفروض عريس وطبعاً اتأجل الفرح بتاعه بسبب شوية طعب وطبعاً دخل في مشاكل كتير قوي مشاكل صحية كتير جداً لحد ما فقد عين من عينيه وطبعاً للأسف تم استقصال العين والعين التانية مهددة بنفس الحاجة مهددة إنها تستقصر وطبعاً إحنا على أمل في الأب الإنسان السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الفاضلة قائدة الجيش الأبيض الدكتورة هالة زايد إنهم يتبنوا حالة حسام ده رجاء من أهل بلطيم ومن أهل مصر ومن الدنيا كلها حسام ابننا كلنا وإحنا عايزين نقف جنبه مش طالبين أكتر من كده حسام النهاردة في معهد ناصر وحالته صعبة جداً وحالته خطيرة قوي وكل اللي إحنا بنتمنى عايز ننقذ ما يمكن إنقاذه وطبعاً في البداية خالص هبدأ بالدعاء الجميل في ذكرى الإسراء والمعراج طبعاً بعد الأول مرحب بالشيخ عبدالغاني السيد أعلم من علماء الأظهر الشريف أهلاً وسهلاً بحضرتك يا فندم طبعاً أنا بدأت الحلقة عليه الشي بقى هي جت كده بس أنا مش عارفة بصراحة إن أنا يعني إن أنا أعدي حاجة زي كده يا رب إحنا عايزين دعاء جميل كده في يوم جميل زي النهاردة يا رب اللهم أمين اللهم إني أشكو إليك ضعفة قوتي وكلة حيلتي وهواني على الناس الدعاء ده اتهزت له السماوات السبعة بدليل اللي حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ذكرى وطبعاً الذكرى دي حزتنا كلنا المعجزة الجميلة لما الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة في ليلة يعني زار حصل معجزات كتير في الإسراء والمعراج وطبعاً دي المعجزة اللي حصلت دي كانت بسبب اللي حصل له من أهله لما أزوه وتردوه واترمى بالحجارة فطبعاً هو رفع شكوته لربنا سبحانه وتعالى وقال الدعاء الجميل اللي أنا بدأت به وطبعاً كربنا سبحانه وتعالى يعني حاب يكبر بخطره ويستقبله استقبال عظيم يليق به وعمله المعجزة اللي الدنيا والعالم كله بيتكلم عنها اللي ما فيش حد ومهما التطور أو التكنولوجيا تطورت أو أي حاجة حصلت مش هتوصل لمعجزة زي دي في العالم كله وطبعاً إحنا النهاردة برضو من ضمن الحاجات دي اللي أنا عايز أقولها برضو في بداية الحلقة إن ما فيش إنسان ييقس من رحمة ربنا ربنا أبوابه مفتوحة رحمته واسعة واسعة كل شيء بس المهم الثقة في الله وتفويد أمرك إلى الله وطبعاً في البداية خالص إحنا طبعاً معنا أسئلة كتير ومعنا تساؤلات كتير عايزين بس نبدأ الحلقة كده بسؤال بسيط خالص والناس عايزة تعرف يعني إيه الإسراء ويعني إيه المعراج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعبد الله ورسوله وفي البداية من منطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله بشكر حضرتك والسلام على هذه الإصدامة بشكر تابعنا القناة وفريق العمل وبهنيكم طبعاً وبهني سيدنا المشاهدين كل عام وأنتم بخير وحضرتك كل خير بمناسبة موسم الخير فمن لم يزرع في رجب ويسكي في شعبان لم يحصد في رمضان نحن بصدد كما تفضلت حضرتك مناسبة وذكرة جميلة جداً منها الإسراء والمعراج والإسراء والمعراج لغوياً الإسراء هو السير بالليل حضرتك يكوني ماشي مثلاً بالليل فأنت في حالة إسراء إن الرحلة أصلاً حدثت ليلاً كما قال ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأما المعراج فهو الصعود من أسفل إلى أعلى إذن فالرحلة ذات شقه الشق الأول هو إسراء الله رب العمين بنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولهذه رحلة أرضية والرحلة الثانية والشق الثاني معراجه أو إعراجه به صعوده به من المسجد الأقصى إلى صدرة المتاحة حيث ناجم محمد الرب وهذه رحلة سماوية كلام جميل وكمان حصل حاجة جميلة قوي لما سيدنا جبريل بيقوله إيه لنا فاكراه بيقوله يعني تقدم يا محمد أو أقبل يا محمد قدمت الإخترقت آه قاله إذا تقدمت يعني قبلت أو إذا احترقت أيوة بصراحة الحتة دي جميلة قوي ده أستاذ أسماء من أهم دروس الإسراء والمعراج هو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وسلم في هذه الرحلة كما توضلت حضرتك أنه من أسباب أنه أوزي وعزب من قومه أيوة وعدوه وعندوه وخصوصا بعد وفاة السند بتاعه وفاة زوجته أمنا خديجة اللي كانت بنسبة له أم وزوجه وأخته كل حاجة سنده أيوة ثم عمه بعد ذلك ثم عداء قومه له فكأن الله رب العماني يقول له يا محمد إذا كنت لم تجد نصرة في الأرض فتعال عندي سأنصرك في السماء أيوة فعلا وكمان برضو حصل حاجة يعني تانية لما وصل لصدرة المنتهى نعم جاي خلعنا عليه أيوة قال له يعني ليه يا محمد بتعمل كده نعم صلى الله عليه وسلم فقال له عشان ما يصبنيش من الغطب ما أصابه أخي موسى ما هو سيدنا موسى يا ربنا قال له أحلى عن عليك أيوة وكأنها رسالة عالمية هي فيه حتة بس الأول أحب الأول أقول لحضرتك لما ربنا أعز وجل قال له إيه أنت المحبوب يا محمد نعم يعني كان سيدنا موسى وقال له موسى هو المحب نعم وأنت المحبوب يا محمد نعم الحتة دي بصراحة لكل ما بسمعه بحث الله معاني كتير أول حضرتك تعرفي أن أول ما وصل سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلى صدرة المنتهى ناجى ربه فبضار بينه وبينه حديث يقول يا ربي لقد اتخذت إبراهيم خليلة وكلمت موسى تكليما وخلقت عيسى من روحك وآتيت السلامة الملكة عظيمة ففيما فضلتني في التكليم بقى والتشريف قال يا محمد إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلة فقد اتخذتك حبيبا والحبيب أقرأ من الخليط اللي هي دي اللي نستقولها اللي هو الفرق بين المحب والمحبوب نعم وإن كنت قد تكلمت موسى تكليما فقد تكلمته من وراء حجاب أما أنت يا محمد ففي مكان في هذه رحلة المباركة لم يصل إليه أحد قبلك ولن يصل إليه أحد بعدك سبحان الله وإن كنت قد خلقت عيسى من روحك فقد خلقتك من نوري وجعلت لك اسم من أسماء وشققت لك اسم من أسماء وقرنت اسمك باسمي فلا تجد أحد يقول لا إله الله إلا ترى يقول محمد الرسول فأعلى ذكره وأعلى شأنه صلى الله عليه وبركاته عليه أفضل الصلاة والسلام في حاجة كده ناس بتختلف فيها بيقولوا دايما أن هي يعني المفروض هو المفروض علميا أن ليلة الإسراء والمعراج زيها زي ليلة القدر لم يحدد لهم تاريخ هل هذا كلام صحيح وفي ناس كتير أو بتختلف يقولك أنت بتحتفل ليه طب هي أصلا ما تحددش يوم لها يعني صلى الله عليه الصلاة والسلام في ناس بتهتم بأمور يعني السقوط عنها أولى من الخوض فيها بمعرض من بابع الملايين فعواجهها لا يضر إزاي يعني مثلا يجي في المولد النبو المولد ده ما كانش فيه ربيع الأول خلاص يجي في الأسراء ما كانش فيه رجب يا عم بدل ما تقول إمتى ما تهتمش بالزيما اهتم الحدث أي كما في القرآن الكريم وجاء رجل من أقصى المدينة ياسعة ربنا ما ذكرش اسم رجل خلاص لكن شوف عمله إيه أنت بدل ما تقول بقى كتفرجة أوفق لكن زي ما حدك بتقولي أن تعلم الدلوس والعبر بسراء المعرض ما توقفش عند حاجات يعني عدم الخوض فيها أولى من الخوض فيها هو دايما الناس دايما يسيبوا الحاجة المفيدة أو بمعنى صاحب بيبصوا النص الكوباية الفاضية صحيح وهي دي مشكلة البشر بصفة عامة صحيح أن الناس يسيبوا الحاجة الحلوة الحاجة اللي يعني مثلا واحد أو واحدة بيعملوا حاجات كويسة على طول نعم ويجي يغلط غلطة واحدة بس تبص تلاقي بالعرب كده السكاكين يعني حمات أو تلاقي ده مسك له حاجات وده مسك له اي عام انت بسدقت ان هو يقع يعني ولا يب الزبط بالأسف يا سيد أسماء دي طبيعة البشر احنا بنخرج الناس عايزينهم يشتاقوا للحلقة اكتر دي طبيعة البشر فعلا لو مسلا انا بقول لواحد مسلا اي راك في لسيد أسماء يقول كويسة بس كده ويسرد عيوبة تبا تسرد ماذا ايو يعني ليه انت اخترت كده يعني هو ده لنا قصوده فعلا دي يعني بس انت عارف يا رسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على ايه انت حدك هتخرجنا شوية صغيرين ايه رب الصحابة على اقوله جميل جدا هو اتهام النفس يعني قبل ما بص العيب غيري ابص العيب ايه ليه بقى لان الحسن البصر رحمة الله عليه كان بقول مالي ومالي الناس فاني كنت في بطن أمي وحدي وولدت وحدي واقبر في قبري وحدي فقالك الله وحدي انا ملوم للناس انا ليه مشغول بعيوب كنت يشغل بعيوب لو كل واحد يعني دي بقى رب الصحابة على كده كل واحد تمو نفسي نفس لو كل واحد اصلح من شاء نفسي وهتم بعيوب وبدأ مشغول مع عيوب الناس هليبقى مجتمع راقي شوف سيدنا عمر ابن الخطاء عمر بقى فاروق رمت الأواب كان يقول لو أني منادن يا عمر كيام يتنادى وقال كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل اللي ظلنتوا أني هو عمر الفاروق يعني وما بيقولش كده بقى استمالة القلوب لا هو الرسول ربهم على كده كان يوحد فيهم في كثير من العمل كمين وكثير من اجتهاد وقال رغم من ذلك يتهم نفسه طيب احنا طبعا عندنا احنا قلنا معنا الإسراء والمراج بحاجات بسيطة كده يعني اتمنى ان الناس تكونوا استفادت منها وعايزين بقى حاجة تانية احنا دخلنا طبعا وقلنا برضو عن التاريخ الأسئلة اللي كانت جاياني لما اعلنت عن الحلقة برضو فيه ناس بيقولولي سألوني على التاريخ زي ما انا سألت حضرتها دلوقتي احنا عايزين نقول أسباب الأسباب احنا قلنا فوسط الكلام بس عايزين حاجة مفسرة للناس أسباب رحلة الإسراء والمراج أسباب رحلة السباب أولا ربنا ذكر السبب صراحة في الكرآن الكريم في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لبا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يبقى الهدف ربنا ذكره لم نسمعه لم التعليل عشان ربنا يوري الله صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة لقد رأى من آيات ربي الكبرى هذا أول حاجة السابت تاني الحديق أشرت إليه برضو في البداية تسلية اللي كل من المسجد صلى الله عليه وسلم ورسولك لنا عايش في عام الحزن فتخفيف العنو وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم نعم وجبران خطر وطبعا جبران الخواتر ده من عند دي عبادة أصلا الناس المفوت تتعلم آه بصراحة كلام عنها أصلا آه الله آه محتاج حلقة إن شاء الله إن شاء الله أنت حضرتك معنا بقية الموسم إن شاء الله آه إحنا وعدنا الناس بكده لإن الكلام في الأيام دي الناس محتاجة إحنا محتاجين النفوق أقول لحضرك على حاجة آيه إحنا دلوقتي خلاص بكرة احتمال يكون غورة شعارك آه كلها أنت سبعتين بالتهناء بقى كلها محضرتك بخير والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب الصحاب والتابعين والصالحين كانوا يستعدوا رمضان إزاي؟ كانوا يستعدون له ستة أشهر قبلها وكانوا يودعونه ستة أشهر فكأن رمضان في حياتهم السنة كلها وإحنا في غفلة حقيقي والله يعني ربنا يرحمنا عشان كده قيل لو تعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما في رمضان من الخير والبر والإحسان لأتمنى أن تكون السنة كلها رمضان المؤمن بقى يبقى رمضان واحد قال لي حكما عجباً قوي قال من كانت حياته رمضان سوف تكون آخرته فعيداً لأن رمضان اللي بيعكوبه لإيه؟ العيد لو عاش حياته رمضان يعني من صيام من قيام من ترويح بس في حتة هنا برضو عايزين ننوه عنها عشان في ناس بتفهم الكلام ده إنه هو واخد رمضان عبادة وقعدة في المسجد أو ممكن في ناس بتاخده نوم طول اليوم طبعاً ده في حلقة قبل رمضان إن شاء الله نعملها آه إحنا عايزين نقوله من العمل العبادة يعني أسما لوحدك اللي حاستي معظم هزوات الميسى صلى الله عليه وسلم وحرب المسلمين كانت في رمضان وآخرها حرب أكتوبر كانت في العاشر من رمضان فلذا ده رمضان شهر عمل وليس شهر كسل الصيام لا يجوز المسلم يهرب من الصوم بالنوم بل على عكس ده صوم تصحوا فشهر عمل وجد ومشاط وليس كسل طب حدك تحب تنصحهم بإيه برضو إنهم من دلوقتي كده يبدأوا إحنا هنبدأ إن شاء الله شعبان بعد طبعاً مدار الإفتاة تعلن إن شاء الله إن شاء الله إن شان طيب شهر شعبان سمي شهر شعبان بهذا اسم تشعب الخير فيه أي لكثرة وافرة تعرف حضرتك الناس سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم كان اشتهت في هذا الشهر شهر شعبان اللي هو يبدأ بقى بقى رجال رب العالمين أكثر من غيره ويسأل عن ذلك لدرجة أنه كاد يصومه كله يعني مصر مش كله بس إيه من كثرة تصيامه فيه الصحاب ظهر أنه يصومه كله أي فلما يسئل يا رسول الله رأيناك تصوم يعني ما تصومه في شهر نفلاً أو صوعاً كيف ماذا تفعل في شهر قالي بعد قال ذاك شهر كريم وقع بين كريمين رجب ورمضان أي ويغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الأعمال إلي الله وحب أن يرفع عمل إلي الله وأنا صائم لكن تستوقفنا بس أسماء حكاية إيه يغفل عنه كثير من الناس أن العبادة وقت الغفلة لها أجر عظيم الناس أولاً بيجي رجب من البداية في الموسم الخير يتموا شوية وعدين ينشغلوا وعدين ييجي رمضان في شهر دوشهاد وهكذا الرسول قال لا في وقت انشغل الناس عن العبادة اكتهد أنت في العبادة لأجر عظيم وذلك مثلاً ذكر السوق لأجر عظيم اللي يدخل السوق والإيه لا إله إلا الله وحده ولا شريكة له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسن مليون حسنة وأحيان بننساه فعلاً طب ليه طب ليه لأن انت في السوق في شربك على الأرض الناس مشغولة بالبيع والشراء والسب واللعنة والكلام دي كله والاختلاط وكلام دي كله في وزد هذا الزحام والغفلة أنا مشغول بذكر ربنا يبقى أجرك عظيم لا إله إلا الله ها قيام الليل مثلاً الناس نايمين واللي صحي مشغول لما أمنا قائماً ساجدة بين الله سبحانه وتعالى يبقى أجر عظيم له يبقى الرسول عزيزي في نظرنا شهر شعبان كان مسمى شهر القراء كان بيقرأ فيه القرآن أكثر من رمضان ليه لأن العبادة بالنسبة في شعبان بالنسبة لرمضان بمثابة النافلة قبل الفريضة يعني حسناك قبل ما تصلي الدور بصلي رقعتين سنة قبلية ليه عشان يبقى تمهيد نفسي وهداني واستعداد روحاني فكذلك ما ينفعش ندخل شهر رمضان مرة واحدة كده ما فيش استعداد له حتى قلبي القلب ده القلب زي برسول الله عليه السلام وليه إن القلوب اللي تصدق كما يصدق الحدي بتصدي يعني تقسو من الذنوب قالوا ما جلوها يا رسول الله قالوا ذكر الله ذكر الله لازم قبل رمضان نظف قلبي إن القلب ده عامل زي الإناء لا تتنظيف القلوب ده بقى عايز برضو حلقة الوحدة عشان الناس تنضف من جوه إن شاء الله طبعا ما مش كل الناس طبعا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا فعلا الناس محتاجة عملية تنظيف ده حقيقي أو كلنا أو كلنا بمعنى صحيحنا حلوة بيحصلوا في غفلة وده حقيقي وبمناسبة كده برضو أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال إحنا عندنا يعني فيه زي ما كانوا بيقولونا كده غرت رجب غرت شعبان هل مستحب فيهم الصيام فأول تلات أيام يعني التلات أيام فعلى فكرة بنخرج كل شوية بسؤال جديد كلام طيب بالنسبة لرجب وخلاص رجب إيه كان ينتهي لكن لم تخصص عبادة أو صيام معين لرجب لم يالي لعلى رسول الله في الصحولة في ضعيف إن الصيام لكن الليها عادة من صيام يعني أي عادة في الأيام العادية بصوم 2 و5 خلاص يبقى في رجب زي لا تجب متصوم الأيام اللي هي القمرية الثلاثة الثلاثة والثلاثة 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 لكن ما تخصص عبادة سيدنا عمر وجد أناسا في رجب يصومون أو الجمعة فأسألهم ما هذا بيصومون كده الرجبيون نسبة للرجب فقال لو كان فيه خيلة فعلى نبي صلى صلى ونهرهم يعني هي أسلات وسلم نبقى أسليم حضرتك العبادة توقفية وما أتاكم الرسول فأخذوه وما أتاكم الرسول فأخذوه وما أتاكم الرسول فأنا لا زود وما أقص فأنا لو زودت حاجة زي ما زي واحد يقولي صلاة الفجر اللي واحد بيبقى نشيط ممكن نخلي بدل ركعتين أربعة أو لم ينفعش أوه يعني هي هتبدع هتبقى كده بيدعى ما شيء وهتخالف النبس على سلام وتخالف طيب إحنا دلوقتي طبعاً الكلام جميل بصراحة إن لم فتحنا السيرة النبوية متحددك لنفتح الكلام الجميل آه وبيجي الواحد والله يعني مش مترتب خالص ويمكن الحلقة سبحان الله برضو يعني إحنا قلنا لعنوان بارح والنهار ده عادنا ما بعض دردشنا لإناها أوه بتدخل في مجالات جميلة هو الدين جميل في كده الدين جميل في كده أنا والله أقسم بالله يعني حتى بدونه ساعة ساعة أصعد على المنبر وفي دماغ موضوعه محضرته لأسبوع أي واتكلف موضوع تاني وربنا يوفقني فيه سبحان الله عرفة ليه والتوفيق من الله وديه من إحدى ونعمة بالله حقيقة أحد دروس الإسراء المعراض نفسه حصل لما سيدنا جابين اللي يجيب له ثلاثة أواني إناء فيه ماء إناء فيه خمر إناء فيه إيه لبن فيختار اللبن اللبن على الفترة لبن كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى سبحان الله الموفق من وفق الله سبحانه وتعالى ونعمة بالله الدنيا تند عليه لا يجبها توفيق الله سبحانه وتعالى فالموفق هو من وفق الله سبحانه وتعالى ما فيش وعباء يتغرر مثلا بعلمه ولا يتغرر بمهنته ولا يتغرر بكوته لا ولا بكرسي بتاعه يعني ما فيش حاجة دائمة أصلا بص حضرتك يعني ثلاث كلمات أهلكت أصحابها كلمة أنا لما قالها أوزبطي إبليس أنا خير منه أهلكته لأنه قالها كبرا فرعون ما علمت لكم إلهان غيري هلك أي وكلمة كارون لما قل إيه إنما قلتوا على أهل من عندي لما بقولوا طلع فعندي وغيري وقلدي أهلك صباحة إليه لأنه قالوها على طريق الكبر والاستعلاق وطبعا إيه أسوأ الظروب الكبر تعرف حضرتك برضو الكلام بيجيب بعضه إن من أهم دروس في الإسراء المراج تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أيوة هي دي بقى من دروس المستفادة اللي إحنا المفروض هنبدأ بيها ونقول الدروس المستفادة أستاذ أسماء الواحد فينا معلش لو نال منصب أو كرسي أو شهادة أو كذا ربما يا تعالى ناس ويتغر أيوة دا بيحصل لكن شوف النبي صعد إلى مكان لماذا أزموك إليه أحد دا هو قرمة لليلة القدر يعني سبحان الله يمشي مع الفقير يأكل مع اليتين يجلس مع المسكين إيه الإنسان دي إنسان عظيم بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم طيب إحنا عايزين نقول للناس نقول لهم الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج يعني باستفادة زيادة على ما ذكر يعني عشان نختم بيهم بقى الحلقة من أهم الدروس خلصت بسراءة كده ما شاء الله عليك يا شيء دخلنا في حاجات من أهم الدروس الصلاة ليه الصلاة الصلاة فرط في نفس أسماء في السماء قبيلة وسطة يبقى كل الفرائد تفرط في الأرض أو تنزل وبواسط سيدنا جبريل إلا الصلاة إلا الصلاة وبلا وسطة إن الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم عشان نعرف حاجة نقولها الأولادنا والزوجاتنا والحبيبنا كلها جميلة نحتميها إن الصلاة أهم حاجة قال نبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وسلم ماشي أول ما يحاسب على المرء يوم القيامة الصلاة فإذا صلوح سائره عمله وإذا فسد سائره عمله العهد الذي يبينك العهد الذي يبينك من الله هو الصلاة أحد العلماء قال من استقامت صلاته واستقامت كل حياته صح ده الميزان خايد دليل إن إحنا لو ما صلناش الفجر في يوم وكده وحصل لنا أي حاجة يعني إحنا بنلوم نفسنا أحيانا أنا عشان ما صلتش الفجر مثلا الواحد بيقول كده يعني أنا هي فعلا الصلاة وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وهي برضو إيه مش يعني مش سهلة أي ربنا قال كده واستعينوا واستبروا صلاة وإنها لكبيرات إلا على الفراش عيد وقال لنا إن نقول لأولادنا وأمر أهلك بالصلاة واستبر علي ماشي يصبر لأن كل الزيادة في المبنى تقبلها زيادة في المبنى يعني ممكن أقول أنا قلت أولاد ما فيش فايد لأ مرة واثنين وثلاثة لأن الأمر مش سهل صحيح وبرضو نقول الموفق منافق الله سبحانه وتعالى تمام فيه ده نكمل بس قول آه بقيت الدروس دروس يعني انتكلمت عن الكبر آه التواضع طبعا عكسه ما هو عكس الكبر التواضع صحيح تمام البراك آه وبعدين لما رأى عند المسجد الأقصى ربط الدب أيوة الحتة دي كنت فاكرة أقولها واسأل حضرتك لو سبتها لو سبتها مش هتتفلت لكن الرسول عاوز أعلمنا الأغز بالأسباب السيدة ماريم والترتيب برضو والنظام في حياته صلى الله عليه وسلم يا ربنا وهزي إليك بجذأ النخلات تساقط عليك روتوان جني ده مرأة وفي مخاضحة وضعيفة وتيزي نخلة لا ده أعزي أقول لنا العمل زي مقتحبت أبا حضرتك بتقولي من شوية في ناس متواكلين وليسوا متوكلين على الله سبحانه حقيقة والله كلام جميل والكلام عن السيرة النبوية كلها مثلا أو عن الدين احنا مش هنشبع منها وطبعا احنا وقت البرنامج خلص بسرعة مع حضرتك آه والله يعني عدى كسرعة البرك بقى ده اللي أنا بقوله فعلا هنكمل معكم إن شاء الله بقيت حلقاتنا إن شاء الله زرونا الإسبوع القادم إن شاء الله ونشوفكم على خير بسلام عليكم يقولون في هذا اللهم بلك لنا في رجبة وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلك لنا في رجبة وشعبان وبلغنا اللهم رمضان اللهم بلغنا شهر الصيام وبلغنا شهر القرآن واكتبنا فيه ربنا المقبولين يا ربنا العلم صلى الله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته